بسم الله الرحمن الرحيم هذا أيضا سبب آخر من أسباب انحراف بني إسرائيل وهو وجود حالة النفاق فيهم وإذا لقوا اليهود هذا من الملاقات أي لقي اليهود المؤمنين حيث كان قسم منهم منافقين فإذا لقوا المؤمنين أظهروا الإيمان طبعا هذه الخصلة خصلة بعضهم لكنها نسبت إلى الجميع وقد بينا سابقا أنه من المتعارف في اللغة النسبة إلى الجميع فيما إذا قام به البعض لأنهم أمة واحدة من طائفة واحدة أو من قبيلة واحدة فيصح نسبة ما يقوم به البعض إلى الجميع وإذا لقوا اليهود الذين آمنوا قالوا آمنا في إظهارهم لهذا الإيمان احتمالان الاحتمال الأول أن يكون نفاقا فيظهرون الإيمان ليطلعوا على أخبار المسلمين وعسرارهم أو لحفظ مصالحهم ويؤيد هذا الاحتمال ما في هذه الرواية إنها نزلت في اليهود وقد كانوا أظهروا الإسلام وكانوا منافقين وكانوا إذا رأوا رسول الله قالوا إنا معكم وإذا رأوا اليهود قالوا إنا معكم وكانوا يخبرون المسلمين بما في التوراة من صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه فقال لهم كبراؤهم وعلماؤهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني أن المقصود من الإيمان هنا الإيمان بالمعنى اللغوي اللي هو الإقرار والاعتراف ما يقصدون الإيمان الحقيقي مثل المؤمنين وما يقصدون الإيمان الظاهري مثل المنافقين ولكن يريدون يقولون أن هذا الرجل المسمى بمحمد مذكور في كتبنا فهذا اعتراف بوجود محمد صلى الله عليه وآله في كتبهم فهم مع بقائهم على كفرهم وإظهار الكفر كانوا يقرؤون التوراة ويرون ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله في التوراة فيعترفون بما في التوراة من غير قبول للإسلام واقعا ولا ظاهرا فقد روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال كان قوم من اليهود ليسوا من المعاندين المتواطئين إذا لقوا المسلمين حدثوهم بما في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وآله فنهاهم كبراؤهم عن ذلك وقالوا لا تخبروهم بما في التوراة من صفة محمد فيحاجوكم به عند ربكم فنزلت هذه الآيات هذا الاحتمال الثاني أيضا ذم لهم حيث أنهم اتصفوا بصفات المنافقين بل لأنهم يعرفون الحقيقة ويعترفون بهذه الحقيقة ولا يؤمنون بها حينما يلتقون بالمؤمنين يظهرون الإيمان وإذا خلى بعضهم إلى بعض يعني اجتمع هؤلاء اليهود المنافقون أو المقرون اجتمعوا مع غيرهم من سائر اليهود في مجلس خال من المؤمنين قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الذين لم ينافقوا ولم يظهروا الإيمان قالوا لمن أظهر الإيمان عتابا لهم أتحدثونهم لماذا تحدثون المسلمين بما فتح الله عليكم بما عرفكم وبين لكم من صفات محمد في التوراة ليش تخبروهم بما ورد في التوراة بأن محمد صلى الله عليه وآله نبي مرسل من قبل الله تبارك وتعالى وهو حق فأن هذا الإيمان منكم يكون حج عليكم عند الله تبارك وتعالى ليحاجوكم به عند ربكم إذا أظهرتم أيها اليهود ما في كتابكم التوراة من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله هؤلاء المسلمون يأتون يوم القيامة ويحاجوكم عند الله تبارك وتعالى فيقول المسلمون لليهود أنتم ذكرتم أن في كتابكم صفات النبي صلى الله عليه وآله فلما لم تؤمنوا به فيكون ذلك حجة بيد المسلمين على اليهود أفلا تعقلون أيها اليهود المظهرون للمسلمين ألا تعقلون أن أظهاركم سبب لغلبة المسلمين عليكم في الحجة عند الله تبارك وتعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون هؤلاء اليهود ألا يعلمون أن إخفاء الأمر على المسلمين لا يوجب خفاءه على الله تبارك وتعالى لأن الله يعلم ما يسرون ما يسرونه في قلوبهم أو ما يسر بعضهم إلى بعض ويعلم ما يعلنون ماكو فرق عند الله سواء اعترفوا أمام المسلمين أم لا فإن الله تبارك وتعالى يعلم أنهم يعرفون صفات محمد صلى الله عليه وآله فيحاسبهم على معرفتهم وعلى عنادهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين